اكد سعدة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع معالي السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغارب المقيمين في الخارج بالمملكة المغربية الشقيقة اكد على عمق العلاقات الاخوية التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة المغربية وما تتسم به من تميز وازدهار في شتى المجلات كما تم استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في التعاون الثنائي على الاسعدة كافة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين وعرب سعدة وزير الخارجية عن خلص تهنئة مملكة البحرين باعلان الرئيس الامريكي اعتراف الولايات المتحدة الامريكية بزيادة المملكة المغربية على منطقة الصحراء المغربية وافتتاح قنصلية امريكية في مدينة الداخلة وبقرار المملكة المغربية استئناف اتصالاتها وعلاقاتها الدبلوماسية مع دولة اسرائيل مؤكدا ان هذه الخطوات تعزز فرص التوصل الى سلام واستقرار دائم في المنطقة من جانبه اكد معل سيد ناصر بوريطة تقدير المملكة المغربية لمواقف مملكة البحرين الاخوية الداعمة لكل ما فيه امن واستقرار وازدهار المغرب والتي تجسد العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين وحرصهما المستمر على التعاون الوثيق على مختلف المستويات متمنيا لمملكة البحرين دوام الرفعة والتقدم